سنجازى كلنا عن مساعينا هنا عندما تفندنا ثم تأتي الآخرة ذك يوم نتقي ويفر المرء فيه من أخيه وأبيه ما أشد الآخرة إنها دار القرار وجزاء الاختبار جنة فيها ونار تلك دور الآخرة هي فوز الصالحين وخسار الطالحين نعم أجر العاملين في رحاب الآخرة الحمد لله رب العالمين وأصل وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد أيها المسلمون الفضلاء من المثبتون عند سؤال الملكين في القبر لقد بين لنا ربنا تبارك وتعالى صفة هؤلاء فقال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء يثبت الله الذين آمنوا من هؤلاء الذين يثبتهم الله الذين آمنوا ما هو الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره ستة أركان من حققها بقلبه ونفذها بجوارحه ثبته الله تبارك وتعالى عند سؤال الملكين اللهم ثبتنا جميعا يا رب العالمين أن تؤمن بالله ربا وإلها ومعبودا وخالقا ورازقا ومدبرا وأن كل شيء بيده سبحانه وتعالى وأن لا تحكم في حياتك إلا شرعه سبحانه وتعالى وأن تقدم أمر الله على أمرك أن تؤمن بالله وملائكته أن تؤمن بالملائكة الكرام الذين كلفهم الله عز وجل بوظائف كثيرة فهناك ملائكة موكلة بالريح وملائكة موكلة بالقطر ينزل من السماء أي المطر وملائكة موكلة بإنبات الزرع وملائكة موكلة بك حينما كنت جنين في بطن أمك أي ربي نطفة علقة ذكر أم أنثى شقي أم سعيد كم عمره كم أجله كل ذلك يكتب وهناك ملائكة سياحون في الطرقات يلتمسون مجالس الذكر فكن دائما ذاكرا لله عز وجل لتصحبك الملائكة وهناك ملائكة يحفون مجالس الذكر بأجنحتهم فاجعل في بيتك ذكرا دائما لتحفكم الملائكة وتغشاكم الرحمة وتتنزل عليكم الملائكة والرحمة في بيوتكم وهناك ملكان وما أضراك ما هما ملك عن اليمين يكتب الحسنات وملك على اليسار يكتب السيئات لا يفارقانك كيف أنت معهما هل ملك الحسنات يكتب طوال اليوم والآخر جالس ساكت أم أنك تتعب ملك السيئات بالكتابة وملك الحسنات جالس ملكان معك وأنت تدخل على المواقع الإباحية وتظن أن أحدا لن يراك الله يراك وناظر إليك وشاهد عليك والملكان يشهدان وملك السيئات يكتب هذه السيئات مع كل نظرة تكتب سيئة وينكت في قلبك نكتة سوداء أن تؤمن بالله وملائكته إيمانا يجعلك تستشعر وجود الملائكة معك فإذا أردت أن تنطق بغيبة أو نميمة أو أن تنظر إلى نظرة حرام علمت أن ملك السيئات سيكتبها فتغض بصرك وتحفظ لسانك وإذا أردت أن تذكر الله عز وجل علمت أن ملك الحسنات سيكتبها فتكثر من ذكر الله تبارك وتعالى أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه أن تؤمن بالكتب السماوية التي أنزلها الله على أنبيائه ما علمت منها وما لم تعلم أن تؤمن بالتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم والصحف التي أنزلت على نوح وغيرها من الكتب التي أنزلت من السماء على الرسل ما علمت منها وما لم تعلم وأن تؤمن بالقرآن الذي أنزله الله وأن تعمل به وأن تطبقه في حياتك لأن القرآن نزل ليكون ميثاقا عمليا لكل مسلم في حياته في عباداته في معاملاته في قيمه في مبادئه أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله أن تؤمن بجميع الرسل ما علمت منهم وما لم تعلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر اليوم الآخر يبدأ من لحظة الموت ثم القبر ثم البعث ثم الحساب ثم الصراط ثم الجنة أو النار اللهم أدخلنا الجنة برحمتك يا ربنا وأن تؤمن بالقدر خيره وشره أي أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك لو أصابك مرض لا تقول لو أنني لم أفعل كذا لم يحدث كذا هذا المرض قدر عليك ولعل الله عز وجل قدر لك هذه المصيبة ليرفع درجتك ويكفر سيئاتك قال أحد الصحابة كنا نعد ليلة الحمى بتكفير ذنوب سنة وهذه الأمراض وتلك المصائب التي تعتر المسلم تكفر سيئاته وترفع درجاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا سبقت له المنزلة لم يدركها بعمله ابتله الله في نفسه أو أهله أو ماله حتى يدركها فمن آمن بالله إيمانا كاملا ثبته الله عند السؤال الملكان يسألانه في القبر من ربك من ربي ربي الذي كنت أحبه ربي الذي كنت أعبده ربي الذي كنت أخافه ربي الذي كنت أسجد له ربي الذي كنت أراقبه كيف أنساه وقد كنت دائما ذاكرا له ربي الله وما دينك ديني ديني الذي كنت أحكمه في جميع أموري ديني الذي كنت أحكمه في معاملاتي وقيمي ومبادئي وأخلاقي كنت أسير على هذا الدين في الحياة كيف أنساه ديني الإسلام ومن نبيك نبي نبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي كنت أصلي عليه عند ذكره الذي كنت أتشبه به ظاهرا وباطنا الذي كنت أصدق ما به أخبر وكنت أطيع ما به أمر وكنت أنتهي عما عنه نهى وزجر نبي محمد رسول الله قدوتي وأسوتي فينادي منادي من السماء صدق عبدي أفرش له من الجنة وافتح له بابا إلى الجنة ويمد له في قبره مد البصر اللهم اجعلنا منهم يا رب اللهم اجعلنا منهم يا رب اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا أرحم الراحمين آمين آمين وأسأل الله الكريم أن يحفظنا وإياكم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنجازى كلنا عن مساعينا هنا عندما تفندنا ثم تأتي الآخرة ثم تأتي الآخرة إنها دار القرار وجزاء الاختبار جنة فيها ونار تلك دور الآخرة هي فوز الصالحين وخسار الطالحين نعم أجر العاملين في رحاب الآخرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر